حلقتنا اللي فاتت عرضنا تقرير عن باهر اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت كان فيه أسرة مستميانة عند باب مدينة الإنتاج الإعلامي أسرة ناس أهلين الطيبين ناس محترمين كانوا ميصورين الحال وزي أي حد في الدنيا بيبتلى للأسف كان في حدثة حصلت لباهر باهر شاب في مقتبل عمر إنسان جميل مصري كانت حياته كلها قدامه الحدثة غيرت كل حياته وفعلا انقلبت رأسا على عقب مش بس حياة باهر لكن حياة الأسرة كلها اتغيرت وطبيعة الحال يعني محدش عارف الابتلاق بيجيله إمتى وممكن يغير حياة البناء أدمين إزاي وممكن يغير حياة ناس كتيرة مش بس الفرض اللي ببتلى ولكن كل الأسرة المحيطة وما يحيطها أكتر إحنا رحنا لباهر وكانت مشكلته كلها إن هو كان عنده كسر في الفغد وكان عنده مشكلة في رجله وكان عنده بعض المشاكل الأخرى المرضية وفضل المولى عز وجل وفضل مساعدة مستشفى الجامعة 6 أكتوبر والناس قد إيه كانوا متعاونين دكتور محمود حافظ الستشاري العزام اللي عمله العملية بفضل الله وطبعا دكتور إهاب صفة المدير الطب المستشفى كل العاملين في مستشفى 6 أكتوبر اللي ساعدونا في عملية باهر وباهر راح المستشفى وعمل عملية تعالوا نشوف فلاش باك نشوف كده تذكرة حتى اللي ما شافناش يشوف التقرير نشوف بس تذكرة من التقرير فلاش باك منه ونرجعتين احنا هنا النهاردة عند بوابة مدينة الانتاج الاعلامي وجينا النهاردة بناء على استغاسة حالة قاعدة هنا بقالها 4 ايام هي من البحيرة اتصلوا بينا لأمن وقالوا ان الحالة طلبت قابلني شخصيا بناء عندها ابنها عنده 28 سنة اللي فهمناها عنده 28 سنة وعنده مشكلة في رجله او حاجة مفروض ان هو يعمل عملية مش عارفة التفاصيل ايه بالزبط ولكن احنا اتصلنا بمستشفى جامعة 6 أكتوبر مشكورا الناس وافقت ان احنا نبعت الحالة هناك او ناخدها النهاردة ونوديها وفي نفس الوقت كلمنا الدكتور محمود حافظ الشاري العزام اللي عمل عملية 6 سعاد لو تفتكروها اللي فاتت وايضا يعني ربنا يكرمه يعني طلب ان هو يعني وافق ان احنا نروح بالحالة والنهاردة هيشوفها وان شاء الله كمان هيعمل لها العملية وربنا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يعني عيننا ان احنا نساعد الحالة دي ونشوف بقدر امكاننا ان احنا باذن الله نسد حاجاتها انا اسمي فتحية محمد الحاو من المحافظة البحيرة مستنية حضرتك بالا اربعة ايام انا يكرمك هو انا بس ببقى مش موجودة كل يوم هنا في المدينة يعني فهم اول ما اتصلوا بينا مبارح بالليل احنا جينا على طول النهاردة الصبح انا خلى حضرتك يا رب انتو فعلا برنامج مصر احلى بيك والله يا ربنا يخليك مشكلة ان انا ابني بقى له اربع سنين يعني تعبان كان عامل حدثة يوم اتنين سبع ايام السورة وهو جاي من شغله من شرم الشيخ فجاي بمصف شغله وجاي جاي فلوسه وحكته كل حاجة جاي في العربية واحد صاحبه قال له تعالى معي يعني انت انا نازلت على فسكتي فالمهم ايه ركب العربية هو كان نايم بقى في العربية فصاحبه اللي هو صاحب العربية ده بيسؤل عربية طلعت على هم ترلتين ترلتين كبار يعني يعني دنافق الشهيدة احمد حان دي ضربوا نار على العربية حول الكوتب لا يعني ضربوا نار مش حادثة بقى تقلبت يعني يعني الولد بينفد بقى من ضرب النار ده اه اول نفد من اول ترلتاني 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 طبعا ايه تلاخف ان العربية تقلبت فطبعا ايه بني طبعا كان نايم اغمى عليه طبعا كان اصار الحادثة دي عنده نزيف دخلي في المخ ومفصة في شبكية العين وقصر في الفقد الايمن احذر صاف احذر حكيتلي تقريبا الحكاية كلها اقول لي يعني انت لما عملت الحادثة وكدا يعني احكي لي الدنيا كتعاملة معك ايه والله انا يعني من بعد الحادثة انا طبعا الحدث نفسه انا اخدت بالي من العربية وقت الحادثة اخدت بالي من الناس اللي زنايت علي وكدا وبعد كدا محسيتش بحاجة يعني كل الامليات اللي اعملتها وقدت حكيالي اللي انا كنت فقد الواحد كنت في غيبوبة؟ إنما يعني الواحد بعد سنة بتديت الحمد لله الواحد يعني يمشي واحدة واحدة بتديت زاكرة ترجع كنت فاقد الزاكرة؟ يعني كنت فاقد وعي يعني فاقد الوعي ولا لما فوت برضو كنت فاقد الزاكرة؟ أنا دلوقتي عندي مشكلة إن أنا بنزي بنزي وكان عندي عيني فكان عندي عمليات في عيني في صرف الشبكية عملتها وبتديت أشوف اتنين والعين واحدة؟ اتنين والعين واحدة اللي هي العين الشمال فابتديت واحدة واحدة يعني من عاجز خالص مش ماشي وفي نفس الوقت ما فيش ربنا إن شاء الله وكمان هتبقى لسه كمان زايل فل ما تعمل عملية إن شاء الله أمين يا رب بناء يكرمك يا رب حضرتك ولي أه ولي لو إحنا مش بنعايت إحنا إن شاء الله بإذن الله هنروح نعمل عملية بالله عليك ما تعايتش باير أربع سنين وأنا كل يوم والله زي ما تشايف حضرتك فما صدقنا اللي لجينا حضرتك بصراحة ہم إن شاء الله ذلك راحين نعمل حاجة كويس فمش عايزين نعايت بقى إن شاء الله بإذن الله يعني بإذن الله ربنا يا رب يشفيه وعافيه يلا نطلع بقى نهاته يا جماعة العربية يلا شكرك والله يا سيدة وفاق شكرك والله احنا مفيش امل يعني بعد دربع سنين مفيش امل للحثنتك الامل في الله وربنا ان شاء الله يعني بإذن الله هيكبرك و هيبقى زال فل واده احنا كلنا اهل كلنا يعني ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني هيتطمنكم عليه ونتطمن عليه كلنا زي ما وطاكو جاء ان شاء الله يطلع بقى يلعبك ما خلتش مستشفى لا عام ولا خاص يعني خد كل الفلوس اللي عندنا اتصرفت وبرضو ما فيش فايدة اللي لجان حضرتك وإن شاء الله على عيدك الخير إن شاء الله يا رب يا رب الخير إن شاء الله وإن شاء الله بزالك أستاذ وفا والله هيتومة فيها ناس كويسين زيوك ربنا أخليك يا ربنا أكرم دكتور محمود زي حضرتك؟ أهلا بحررتك زي السحر مشكورا يعني كالعادة يا ربنا يكرمك ويعزك يا ربي يعني إحنا كلمناك على حالة باهر على طول قلتنا تعالوا وهو دلوقتي موجود أنا عارف أنت يعني لسه ما عملتوش بقى لسه الفحوصات والحاجات بس مبدئيا كده يعني عرفنا إيه الحالة؟ أنا عندي معلومات لسه مش كاملة لكن هو 28 سنة حصلت له حادثة من 4 سنين حصل له كسر في عزمة الفخت في الوقت ده كان في غيبوبة ورعاية مركزة وبعدين عمل عمليتين وتركب له مصمر نخي وقال ثلاثة عمليات صح يا باهر؟ الأول خلص عمليتين للتسبيت يعني للكسر يعني اتعاملت ليه مصمر نخي في أشهال اتعامل مصمر نخي تانيها وبعدين حصل له تلوث وتعمل له عملية تنظيف ومن وقتها من الأربع سنين ده وهو في حالة اللي هي التلوث دي إنه هو فيه فتحات طبعا من خلال الجلد بتنزل سطيد طبعا دي عملية نسبية تعتبر بسيطة فكونن يحصل منها تلوث بسنسبة تلوث فيها مفروض يبقى ليلة جدا كونن يحصل منها تلوث فده طبعا ديعتبر حظ وحش قوي ويعني كونن هو ينتزل لمدة أربع سنين للأسف الشديد بيعالج بالمضادات الحيوية وده خطأ كبير بإذن الله يكون خير يا رب بيجع ربنا كده تشيفه على إيدك ويكون خير دايماً على إيدك يا دكتور يعني شاء الله بإذن الله ممكن العمليات تعمل أميك لأ هو بس مجرد ما نعمله الحاجات أنا عمليه مفروض تعمل في أسرات ممكن أنا عمليه له بكراً إن شاء الله إن شاء الله ربنا يا ربك على الشفاء على إيدك يا رب شكراً جداً يا رب اشتركوا في القناة